نحو مرحلة جديدة تتجه العلاقات المغربية الإسرائيلية فمنذ توقيع الاتفاق بين البلدين لسنبر الماضي توسع مجال التعاون بين الرباط وتل أبيب ليشمل مجالات عدة ولتعبيد طريق العلاقات جهود متبادلة شهدتها الفترة الماضية حيث شهدت الرباط حراكاً ديبلوماسياً عززته زيارات مسؤولين إسرائيليين للرباط فضلاً عن اجتماعات مستمرة بين الطرفين ومن ثمار التقارب بين العاصمتين إنشاء غرفة الصناعة والتجارة المغربية الإسرائيلية تعمل على تعزيز الشركات في قطاعات شتاء ولعل المجال السياحي أول المستفيدين من هذا التقارب ففي أواخر شهر يوليو المنصرم حطت أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والمغرب في مدينة مراكش أقلت مئة سائح إسرائيلي فيما من المنتظر توسيع عرض الرحلات الجوية بافتتاح خطوط جديدة ابتداء من شهر أكتوبر المقبل نظراً للإقبال المتزايد على الرحلات المباشرة بين البلدين خاصة أن المملكة المغربية تضم مئات المزارات اليهودية الطرفان صوبا بوصلة التعاون أيضاً نحو مجال الأمن الإلكتروني إذ وقع الجانبان اتفاقيا شملت التعاون العلمي والبحث والتطوير في قطاع الأمن السبراني وتراهن الرباط وتل أبيب على تقوية الثقة بين البلدين من خلال رص طريق تقارب يستند إلى تاريخ مشترك قديم ويستشرف مستقبلاً يراهن الطرفان على إنجاحه ترجمة نانسي قنقر